بملاعب النادي الملكي لكرة المضرب بمراكش، انطلقت منافسات المرحلة التأهيلية لللائحة النهائية للدورة الثامنة والثلاثين لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويشارك في المرحلة التأهيلية لهذه التظاهرة الدولية. 16 لاعباً من عدد من البلدان، حيث سيتأهل أربعة لاعبين إلى اللائحة النهائية، وستضم اللائحة النهائية لهذا الدوري الدولي 32 لاعباً محترفاً. نحن استعدنا كل استعداد لكي يمر هذا الدوري في أحسن الظروف، فما يخفش عليكم بأنه ليس النادي الملكي التي تنظم، فالمدينة مراكش هي التي تنظم، فلقنا مساعدة كاربيرة من السلطة المحلية، وعلى رأسهم السيد الوالي على جهات مراكشاس فيه، السيدة العمدة، والسيد رئيس الجهال، اللي متبعين معنا التنظيم. الحمد لله الدخول بالمجان، ولكن كان إقبال، لأنتم ما كانوا نشوفوا الآن فهذا الساعة، كان إقبال الجماهير لجاد بشتشاد هذا اللاعبين. هذه التظاهرة التي تندرج ضمن أجندة الدوري الدولي لرابطة محترفي هذه اللعبة لفئة 250 نقطة، يشارك فيها ثلة من اللاعبين الدوليين، عدد منهم في قائمة المصنفين ضمن المراتب المئة في التصنيف العالمي.